موسيقى شكرا للزميل محمد سعيد وشكرا للناقد الرياضي ردوان الزياتي اسمحوا لي أرحب بصاحب التاريخ الكبير مع النادي الأهلي ومنتخب ما شاء الله عشر بطولات دوري مع النادي الأهلي تمن بطولات كأس واحد بطولة للأنديال أبطال أربع بطولات كأس الكؤوس واحدة بطولة كأس أفرق أساوية أربع كؤوس عربية وبطولات كبيرة طبعا مع النادي الأهلي بخلاف طبعا مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم تسعين والنقطة الأهم هي أنه كابتن أسامى عرابي هو كان مساعد مانويل جوزيه في الولاية الأولى لمانويل جوزيه وطبعا النجاح عند الجماهير هو مانويل جوزيه وعلاقته والمقارنة مع ريني فيلر كابتن أسامى عرابي أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً بيك من أورنا الله يكرمك أهلاً وسهلاً بيك وبالسادة المشاهدين السؤال الأهم دلوقتي بعد العروض القوية لنادي الأهلي هو ريني فيلر والأرقام الكبيرة اللي بيكسر بها كل الأرقام اللي ما كانش حد يتوقع أن حد يحصله هو بيقرب من جوزيه بحاجة جميلة قوي حضرتك حضرت الفترة الأولى والولاية الأولى 2001-2002 كنت مساعد جوزيه شايف الفترة دي من عين كنت قريب وريني فيلر إزاي بداية يعني أنا اشتغلت مع مستر مانون الجزيه 2001-2002 والتاني في الولاية التانية برضو 2004 و2003 أفضل قواسم النادي الأهلي 2004 2004-2005 وقعدت معايا حوالي 3 أو 4 سنين يعني من عمر مستر مانون الجزيه صحيح أكيد عمل إنجازات كبيرة استفدنا منه كتير إحنا كجهاز مساعد في الولاية الأولى كان الكابتن مختار والكابتن حسين بدري وأحمد ناجي وأنا والولاية التانية كان الكابتن مختار ماشي وأنا كملت أنا والكابتن حسين وأحمد ناجي معا الصحيح السنة الأولى دي عملناها بشكل كويس قوي ويمكن الناس متذكرة إنه الدوري إحنا يمكن خسرناه بفارق تعادل واحد الإسماعيلي كان محققه لكن عملنا مباراة هيلة ومنها طبعا مباراة الأهلي والزمالك الشهيرة ستة واحد اللي خليت به وجاب فيها أربع أهداف وتعادلنا مع الإسماعيلي أربعة أربعة في القاهرة ويمكن لو كسبنا المباراة دي كنا أخذنا الدوري ولكن في ضربة جزاء جات في الثانية الأخيرة بعدم توفيق شوية وتعادل الإسماعيلي وبعد كده لكن في السنة دي إحنا حققنا بطولة الأبطال الدوري مع سانداؤن سانداؤن سمعه ده تلاتة واحد أيوة واخدنا البطولة الأفريقية ثم خدنا السوبر الأفريقي من كايزر شيفز فكانت موسم هايل وبداية كانت قوية المستر مانول والجهاز وحتى طبعا في الولايات بقى الولايات التانية اللي هي من 2004 برضو حققنا طبعا دوري وإفريقيا وأرقام كتير تحطامت يعني فما فيش شك إن إحنا استفدنا منه كتير جدا وهو من العلامات في تاريخ النادي الأهلي كمدرب يعني ما شاء الله ما شاء الله نقط يعني متقربة مع جوزي وفايلر دلوقتي هايز أعرف إيه اللي يميز هذه الفترة الماضية والفترة الحاضرة ما فيش شك إنه مستر فيلر يعني دخل بشكل كويس جدا على الفرقة يمكن السنة اللي فاتت النادي الأهلي حقق بطولة الدور العام في الخطوات الأخيرة وخسر بطولة إفريقيا لكن الفترة الأخيرة كان الأهلي بيكافح وبيحاول لكن الأداء ما كانش مستقر الأداء كان فيه شوية هزة شوية ما كانش فيه جماليات قوي أي فترة تقصد؟ اللي هي السنة اللي فاتت السنة دي طبعا بداية مستر فيلر الأداء ابتدى بشكل كويس النتائج ممتازة كسبنا نادي الزمالك في أول مباراة ثلاثة ودي طبعا ودي من الدخلات الحلوة تسعد جمهور الأهلي تبديك أرضية مع الجمهور أو العكس أو الجمهور الزمالك لما بيكسبوا نادي الأهلي لأي مدرب بتديله درجات كبيرة عند الجمهور يعني الجمهور بيحب جدا أنه أهلي وزمالك المدرب بتاعه يكسب فطبعا بتديله فيه مدربين ما بتدوش الخطوة دي ممكن يبتدى بتعادل معنات زمالك أو خسارة في وقت معاين لما بيجي ممتازة الزمالك لكن مستر فير دخل بقوة دي ديته أرضية كويسة عند جمهور نادي الأهلي غاية لما ابتدت بقى المباريات تتوالى والأداء مستقر وشكل كويس ونتائج هايلة 14 فوز متتالي في الدوري 40 هدف وداخل في مرمى النادي الأهلي 3 هدف بس فده طبعا حاجة كويسة جدا يمكن البطولة الأفريقية حصل تباين شوية في الأداء في مباراة النجم الساحلي بعد طارد أيمن أشرف ومباراة هنروح لأفريقيا بس عشان نمشي يعني منطقة منطقة عايز أنت رؤيتك شفت فيلر إزاي وهل هو فعلا ماشي على خطة جزيئ خصوصا مع أنه الفترة لتولاية التانية الحلقة كنت موجود فيها برضو 24 مباراة أنتوا ساكلتوا 55 هدف في فترة جزيئ الآن 24 مباراة 59 هدف بفارق أربع أهداف كمان النادي الأهلي بقيله ثلاث مطشط المصري والزمالك وإنبي الجايين ويحصل رقم جزيئ اللي كان كل جماهير النادي الأهلي بتقول أنه مش هيقدر يحصل هو يعني أنا مش بفضل أو المقارنات بين المدربين أو حتى اللعيبة يعني ماشي يعني ممكن نقول في تشابه بين لعيبة أو لعيبة في تشابه بين مدرب ومدرب ولكن كل مدرب له أسلوبه ليه شخصيته ليه طريقته ممكن مقارنات تحصل مع الوقت في النتائج تمام إحنا مش نقدر يعني مستر فيلر ماشي بشكل كويس جدا ولكن يعني مستر منول جزيئ قعد فترة طويلة في النادي الأهلي قعد حوالي سبع مواسم فمش هنقارن فترة سبع مواسم بفترة ست شهور أو ثمان شهور تمام لكن قارن بداية آه لكن بدايات مبشرة جدا زي ما قلت لك أنه 14 فوز متتالي ونقص ثلاث مباريات ولو كسبناهم يبقى نفس صحيح اللي اتحقق مع مستر منول جزيئ في الولاية التانية اللي هي كسبنا 17 مبارة متتالية صحيح أنا بس أنا أهم من دي أنا اللي عجبني الأداء يعني الأداء كان يعني فيه توازن في كل شيء تمام أداء فيه جماعية كبيرة جدا بتحس أن الفرق بتلعب كتلة واحدة تمام بتحس أنه دفاعاً وهجوماً الفريق منظم تمام مبارات الجيش أحسن أداء النادي الأهلي أداء من 3 أربع مبارات فاتر يعني زي زي الفترة الأولى اللي هي من بداية مستر فيلر لغاية معظم واتشات الدوري جت حصل شوية يعني تباين في المستوى لظروف إصابات مهمة زي رمضان صبحي زي حمدي فتحي لأن الاتنين دولار كانوا دخلوا في شكل التيمي الأساسي بتاع النادي الأهلي يعني كل فرقة بيبقى لها شكل أساسي وما فيش شك أنه اللعيبة كلها مهمة والـ 25 أو الـ 30 اللعب وإحنا شفنا كده على مدار الماتشات الدوري وإفريقيا أنه ناس كتير لعبت وناس كتير مميزة وناس كتير بعدت وناس راحت لكن بيجي بفترة الفرقة بتستقر على شكل معين تمام فاتنين دولار كانوا بلعبوا بشكل أساسي وكان ليهم تأثير في أداء الفرقة صحيح اتصابوا بيعدوا فترة طويلة حصل هزة شوية لغاية وطبعا غيرهم كمان يعني هم يمكن غابوا فترات طويلة شوية لكن غيرهم كمان ناس تصابت في السكة زي رامي ربيع أخذ فترة ورجع زي أيمن بيعد شوية برضو ورجع وطارت برضو كذلك معالي معلول بيعد شوية ورجع كذا كذا لاعب يعني تصاب فترات وبعد فالفرقة ابتدت تاخد شكل تاني في اللعبة لغاية لما ابتدى يرجع ناس تحل الشكل الأساسي للفرقة يعني ابتدت يعني مثلا إليو ديانج ابتدى ياخد خلاص الشكل الأساسي جنب عمر السلية زي ما كان حمدي فتحي صحيح موجود يملى نص الملعب بشكل كويس دي خدت فترة شوية بعد إصابة حمدي فتحي كان فيها تغييرات كتيرة لسه إليو ديانج ما كانش بلعب بشكل أساسي كان بلعب فترات قليلة فنص الملعب استقر دلوقتي على الاتنين دول كوسط مدافع واضحة جدا يعني فالإصابات اللي حصلت حصلت هزة وتباين شوية في الأداء ولكن مباراة أمس اللي هي مع طلائع الجيش النادي الأهلي أدىها بشكل كويس قوي جماعيا وجماليا كمان في الشكل الجمالي لسه بقوله جماعيا وجماليا زي من أربع مباراة فاته كان الشكل الجمالي والأداء وعدد الفرص الكبير والتحرك كتلى واحدة الفرقة في الدفاع وفي الهجوم اللعبة كانت في أمبالح قوي يعني يمكن شوية كنا أقل في مباراة بيرامدز رغم العدم ما نقارنش طبعا يعني قوة البيرامدز معها طلائع الجيش فرق كبير في المستوى يعني لكن برضو مباراة سودان في فترات كنا كويسين أو بس يمكن الظروف المحيطة بالمباراة ممكن متخلقش يعني بتبقى في أحسن صورك لكن مباراة مبارح رجعنا للشكل الجمالي تاني لعدد الفرص الكبير التحرك زي موت لك كتلى واحدة ارتدات سريع في الدفاع انطلاق سريع في الهجوم جبهات شغالة وحتى الثلاث أهداف اللي جم جم بشكل جميل جدا سواء الجن الأولاني لأجايه اتعمل كويس قوي وعالي معلول برؤية كبيرة حطها له أجايه حطها من لمسة واحدة شكلها حلو قوي قوي اتعملت حلو قوي الجنل عمر السلية طبعا يمكن فيه اعتبر حل فردي تب حطيه على عمر السلية لانه انا شايف انه مستوى بيطلع قوي قوي لا بارح كان من نجوم المباراة بارح يعني بارح ناس كتيرة جدا كويس او معظم الفرقة كويس المعظم كان فايق ولكن عمر السلية وعالي معلول وأجايه ومجد أفشا بشكل خاص كانوا متفوقين جدا لكن الباقي كله كان كويس يعني باقي كله كان مميز يعني ما حدش كان او المعظم يعني كان بيقدي بشكل كويس قوي فعمر السلية طبعا بقى يعني من العناصر رجع لمستوى اللي احنا كنا نعرفه عنه التزديد من برا والشوت والشكل الجمالي ومالي نص المعنى عب بشكل كويس قوي سواء دفاع طبعا الجون الأولاني ده هاي اللي اتعمل أكتر من لمسة جماعية هيلة وشوف عدد اللاعبين اللي داخلين جوه التمنتاشر وحوالين التمنتاشر يعني اتنقلت أكتر من لمسة وبعدين متابعة كبيرة من أجايه ومن أحمد الشيخ ومن يعني كل المجموعة كانت داخلة جوه تمنتاشر ثلاث مهاجمين وجيرالدو طبعا هو اللي حطها العالم معلول فهي جملة هيلة وتعملت أكتر من مرة صحيح ومبارح لو نادي الأهلي كان اللاعب استغلوا الفرص اللي جات في المباراة المباركة ممكن تنتهي بستة سبع أهداف بسهولة يعني أجايه وتوظيفه طبعا وجوده مبارح كان مؤثر بشكل كبير قوي وكان فيه جمه وفاعلية طبعا وبس أنا أكمل بس على نقطة عمر السلية عمر السلية طبعا قدم مباراة هيلة مبارح ومعظم مبارات بأديها بشكل كويس وجاب تزديدة رائعة طبعا لما يجي الهدف التاني نتكلم عليه النقطة دي بقى فهو مستقر النقطة دي يعني فايلر لما جات عليه حتى مع هذا الهدف وجمال الهدف شوف يعني هيرجع عليها تلوقتي وهنشوفها وهو يده في جيبه ما طلعش ما فيش انفعال هدوء عاطي ثقة للعابة في الملعب انت شايف دي ازاي عندي فايلر مستر فايلر طبعا واضح أنه واثق في فرقته كويس الفرقة بتأدي بشكل كويس وده المدارب بيحسه المدارب بيحسه من بداية اللقاء بيحس ان الزكاة اللعبة فايقة وبتأدي بشكل كويس ولا مش في الحالة الطبيعية ممكن في اوقات اخرى طبعا دي تزديدة هيلة من عمر السولية هدف رائع يعني في مباريات اخرى المدير الفني ما بيحسش ان الفرقة بتأدي بنفس المستوى ممكن تلاقي عليه بعض الانفعالات بس هو يعني مش في كل مباراة هتلاقيه حاطت ايده في جيبه كده لا فعلا مش هو بس يعني انه مداربين كتير يعني في مواقف اخرى ممكن مش هتلاقي نفس المواقف بس هو بصفة عامة هو واضح ان شخصية مش مش كسير الانفعال او انفعال وما بيظهرش عليه قوي يعني مثلا انت بتقول لي مقارنات مش المقارنات او انفعالي يعني اه وهدوء وتمرجز مش فرقة عشوائية يعني فيه فرق حجماتها هتبقاش واضحة هي دي على فكرة ايجابية وسلبية احيانا ليه ايجابية؟ ايجابية لانك انت هتبقاش عارف الخطوط اللي بتحركوا فيها وسلبية ان هم متمكنين فيها يعني هم برضو زي فرقة المنظمة لكن ساعات انت لما بتلعب مع فرقة عشوائية شوية بتلغبطك يعني لعبوا مثلا اي كور طويلة لقدام للمهاجمين احتكاكات جوة 18 كتيرة لكن هم بلعبوا باسلوب منظم واضح وعندهم سرعة في الثالث الاخير زي ما انا قلت عندهم الباكليفت طبعا هاي الاسمه لكاي ده وعندهم اتنين في نص مرعب اسمه كيكانا وقاجاني دولة لعبوا كويسين وخاصة الاسمه قاجاني اللي هو بيلبس 15 ده زي صنع اللعب عنده ان هو اللي بيحرك الناس التاني سابت شوية وهو بيحرك الفرقة بيقدر يكمل لقدام كورته كويسة هو مش طويل لك يعني من الاطوال السميارة القصيرة بس فهم عندهم طبعا ثلاث لعيبة او اربعة من وحارس بتاعهم كمان جايد اه طبعا ينجوا حارس جايد عندهم قلباي الدفاع كويسين الباكليفت قلت كويس الباكراهيد عندهم لعيب برازيلي واثنين من ارجوي اللعيب البرازيلي ده في قط الدفاع الخلفي هو اللي جاب لهم ضربة الجزاء المطش اللي فات مع الوداد هو اللي احرزها وعندهم سيرينو ده من ارجوي ده ده قال لهم سرعة في التلت الاخير بس هو مهاري شوية بيعرف يعمل سروباس بيعرف يعمل وعندهم تاني لعيب برضو من ارجوي ساعات بيبقى بيبدأ وساعات بيقعد لوراس الحربة لكن هما فرق ان شاء الله ده الاهلي قادر انه يكسبها وقادر انه يتخطاها وتبقى الخطوة كبيرة للوصول للبطولة لان انا قلت لك انا من وجهة نظري الاهلي وسان داونز هزوم وحش انه قابلوا بعض في المرحلة دي من دور التماني يعني هما من الفرق اللي كانت الاتنين مرشحين بقوة للفوز بالبطولة تمام يعني في فرق اقل منهم فنية كما كنت قاطعا في كل اجاباتك عايز قاطعا في المواردين دول سان داونز الزهاب والعودة الى الانالتاكي تتوقع النتيجة ايه انا اتوقع الاهلي ان شاء الله يعدي الماتشين بس النتيجة ايه الله اعلم ممكن جدا زي ما قلت لك نكسب هنا واحد صفر ونحن نتعادل هناك او نكسب ما عرفش بس ان شاء الله الاهلي يعدي المبارتين يعني الدور اللي بعده ان شاء الله يعني اكيد يعني بازن الله مقبولة انا او هو كده يبقى احنا مقبولة او 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 لا لا يعني نقصد ماشي انا فاهم انا نعدي هذا الدور مش هادر نتوقع لك عدد اهداف ولا هيحصل ايه هنا وايه هناك ساعات انا بقولك بنتعادل هنا مع مثلا التراجي تعادلنا هنا صفر صفر ونحن نتعادلنا واحد واحد وخدنا بطولة افريقيا سيد عرفيز جاب جوني هناك وخدنا وصلنا النهائي مع صان داونز وخدنا بطولة افريقيا ساعات بتكسب واحد صفر بس وتروح تكسب هناك او تتعادل يعني انا اقصد انه هتعدي هذه المرحلة اه ان شاء الله لان انا مثلا في مباراة الوداد لما كنت شغال مع مستر مانول مانول لا مش مانول مارتينيول اه اتعادلنا مع الوداد هنا وروحنا كسبناهم في المغرب واحد صفر وكانت فرقة هيلة ورغم ان احنا هنا على فكرة جبنا جون برضو وتلغى للأسف كان مؤمن زكريا جاب جون مية في المية سليم مية في المية وما تحسبش لكن انا اقصد احنا في نهاية المغربات عادلنا هنا وروحنا كسبناهم هناك فهي مش هتقدر تقول انه احنا بنتمنى ان احنا نخلص هنا والموضوع ينتهي لكن ده مش في المقبل النادي الاهلي هتنخطة هذه المرحلة الفرقتين كبار الاهلي وسان داونز انت دخلصت دخلت في مرحلة الفرق الكبيرة المرشحة للبطولة فممكن جدا تكسب واحد وتروح تكسب هناك او تتعدل هناك يعني انت تلاعب فرق كبيرة مش شرط ممكن ان شاء الله ربنا يكرمك وتكسب فوق تلاتة مثلا وفوق تلاتة تبقى حاجة هاي لو تبقى خلاص بقى البطش انتهى خالص يعني باذن الله السؤال الاخير النصق التصعدي في افريقيا انا بعتقد انه كان برضو شغال زي الدوري لغاية مطش الهليال بشكل كويس مع ظروف المحيطة برضو الاهلي كان شكل كويس هل هيستمر هذا النصق التصعدي في المباراة الخارجية لساندونس سريعا ما دي متوقفة بقى على ان شاء الله الجهاز الفني على اللعيبة وانا بقول يعني برضو اللعيبة لازم تبقى فهمها حاجة كويس جدا صحيح الجهاز الفني اللي مهمة وجهاز الإداري اللي مهمة ولكن في النهاية اللعيبة هي اللي بتلعب في المباريات ولذلك الخمستاشر وعلى العشرين يوم دولت في يوم أكتر من بطولة فلازم اللعيبة تركزها مية في المية مية في المية الفترة الجاية اللي بيخرج شوية زيادة يحافظ ما يخرجش كتير لا دي حقيقة صحنا كلنا اللعيبة وفهمين يعني نقصد ان اللعيبة دورها أهم طبعا المدير الفني دوره مهم جدا جدا وتشكيلاته وتغييراته وامتى يلاعب دوت وامتى بلعبش دوت وامتى يريح دوت دوت أساس طبعا ولكن اللعيبة دورها كمان مهم جدا 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 هل لديك أكوار أخرى؟ أتمنى التوفيق للنادي الآله سواء في ماتش الزمالك أو في ماتش إن شاء الله مبارياتين سانداونز ونتخطى المشوار دوت لأنه هتبقى خطوة كبيرة إن شاء الله نحو البطولة بإذن الله إن شاء الله نلتقي بعد سبعة الشهر اللي جاي وإحنا بنفرح سوا بكأس السوبر وتخطي هذا الدور شكرا جدا من نادي الأهلي ومنتخب مصر كابتن أسامة عربية شكرا جدا شكرا جدا في النهاية هذه تحياتي وكل فرق العمل وأستودعكم في أمان الله شكرا جدا شكرا جدا اشتركوا في القناة